اشتركوا في القناة وفي بداية اللقاء رحبت صاحبة السمو الملكي بالحضور مجددة سموها تهنئة الجميع بعضوية مجلسي الشورى والنواب وتمنياتها لأعمال الفصل التشريعي الخامس كل التوفيق مؤكدة سموها على همية هذه اللقاءات الدورية التي تعقد مع أعضاء السلطة التشريعية للمضي قدما في تطوير التعاون المثمر مع المجلس الأعلى للمرأة لدعم مختلف قضايا المرأة والأسرة وتحقيق المزيد من الإنجازات المنشودة من قبل كلا الطرفين وأوضحت صاحبة السمو الملكي قارنة العاهل المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أهمية ما تحظى به ملفات المرأة والأسرة البحرينية من دعم واهتمام دائم من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في الوصول إلى هذه المرحلة المتميزة من العمل والمتمثلة في تضمين مبادرات ومشاريع الخطة الوطنية في برنامج عمل الحكومة بشكل واضح ومقاس وأشادت سموها بحرص السلطة التشريعية على عقد هذا اللقاء الدوري مع المجلس الأعلى للمرأة والذي أصبح تقليدا حميدا في بداية كل فصل تشريعي يجري خلاله التشاور حول أوجه التعاون وتحديد أولويات العمل القادمة ومتابعة تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة ونوهت سموها بدور اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة وأعضاء السلطة التشريعية وتعاونهم الدائم في دعم ملفات المرأة مؤكدة نهمية دور رؤساء اللجان الدائمة والنوعية في متابعة وتبني ملفات المرأة داخل السلطة التشريعية واستثمار المشاركات الخارجية لأعضاء السلطة التشريعية في إبراز تجربة مملكة البحرين على صعيد تقدم المرأة البحرينية ومشاركتها في رفع مستويات التنمية الوطنية من جانبها قدمت سعالة الأستاذة هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة خلال الاجتماع عرضا تطرقت خلاله لتوجهات استراتيجية العمل للفترة ما بين 2019-2022 والتي تركز على الاستمرار في متابعة إدماج احتياجات المرأة البحرينية في جميع برامج التنمية الشاملة واستدامة الجهود الوطنية لتقدم المرأة التي ترتقي بالاستقرار الأسري وترفع من مساهماتها في الاقتصاد الوطني من خلال تضمين برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة مؤكدة أهل أهمية المضي قدما في مواءمة متطلبات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 مع برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة وذلك من خلال خمسة محاور أساسية هي المحور التشريعي ومحور الخدمات والمحور المالي والاقتصادي ومحور البنية التحتية والمحور البيئي التي جاءت بناء على المشاورات التي تمت بين المجلس الأعلى للمرأة والحكومة الموقرة تحت مظلة متابعة نتائج الملتقى الحكومي الذي يشرف على أعماله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء من جانبها أعربت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب عن بالغ التقدير والامتنان لصاحبة السمو الملكي الأمير سبيكا بن تبراهيم الخليفة قارنة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تجاه الجهود التي تنهض بها سموها من أجل الارتقاء بمكانة المرأة البحرينية كشريك أساس وأصيل في المسيرة التنموية الحضارية الشاملة بمملكة البحرين وعلى صعيد آخر أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس أو رئيس مجلس الشورى على أهمية الدور الذي تطلع به صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكا بن تبراهيم الخليفة حفظه الله قارنة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لدعم قضايا المرأة البحرينية والنهوض بها في مختلف المجالات وتعزيز مشاركتها الفاعلة في عملية البناء والتنمية نحن جدا سعدنا اليوم بهذا اللقاء المثمر مع صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكا بن تبراهيم الله يحفظها ويرعاها حاضنة المرأة البحرينية والسيدة الأولى لكل قضايا المرأة كلمتها اليوم كانت خطة عمل وخطة طريق لنا لخلال الأربع سنوات القادمة كل موضوع طرح من خلال كلامها وعزز من خلال شرح الأمان العام برئاسة أختنا هالة الأنصاري هو توضيح وبيان لكثير من المحاور التي سوف نعمل عليها في مجلس النواب لا بد أن نؤكد ونعزز الدورة التي وصلت للمرأة البحرينية بطبعا رعاية جلالة الملك منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الله يحفظها إلى اليوم تجاوزنا الكثير من المراحل اليوم المرأة لا تمكن إنما هي تساهم مساهمة إيجابية في نهوض واستدامة وتطور المملكة يدها بيد الرجل في جميع المجالات وذلك لم يكن ممكنا لو لا استراتيجية وعمل مجلس الأعلى للمرأة من خلال رؤية الثاقبة لسمو الأميرة التي استطاعت من خلال كل برامج التي وضعت للمرأة التجاوز وسد الثغرة الكبيرة أو الفجوة الموجودة بين الرجل والمرأة فمكنت وعملت ووصلت يدها بيد الرجل من أجل البناء والتطور البلاد وإحنا اليوم سعدنا برقاء صاحبة السمو وبينوا لنا برنامج عمل تفصيلي ودقيق وأنا أعتقد بهذا خارطة الطريق للتعاون بين السلطة التشريعية ومع بين المجلس الأعلى للمرأة ونحاول إن شاء الله أن نزيد من مستوى التنسيق مع بين الجهتين لحيث أننا نضع هذا البرنامج موضوع التطبيق والبحرين الحقيقة في خلال هذه الفترة تقدمت تقدم واسع وبخطبات واسعة في سبيل تمكن المرأة ولكننا نسعى إلى المزيد وإن شاء الله في فترة السنوات الأربع القادمة سنجد بأن كثير من الأمور التي لا زالت بحاجة إلى عدد نظر أو بحاجة إلى تشريعات جديدة أو بحاجة إلى تعديل تشريعات قائمة ستجد النور إن شاء الله في المستقبل فأنا اليوم أشكر صاحبة السمو على دعوتنا لهذا اللقاء وأرجو وأتمنى أن تستمر هذه اللقاءات والتنسيق ما بين الجهتين اللي ما فيه خدمة للمرأة البحرينية وللمجتمع البحريني وللمشروع لصاحب جلالة الملك شرفنا بلغاء صاحبة السمو الشيخة سبيشة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة مساعدة المرأة واستمعنا إلى توجيهات ونصايحها وارشادات وخطاطها واستراتيجيات تمكين المرأة في البحرين لا شك أن هذه الاستراتيجيات أدت إلى ما شفنا اليوم من تمكين المرأة ووصولها إلى سدة البرلمان بواقع ست نساء وكذلك وصول السيدة فوزية من عبد الله زين لرأسة البرلمان وفي هذه المدى الغصيرة أثبتت علو كأب المرأة في هذا المجال لا شك أننا ندعمين لكل ما من شأنه تماسك الأسر البحرينية والمجل على المرأة طبعا كل خطواته في هذا الاتجاه ونشدد كذلك على تحديث التشريعات ما يؤدي إلى تمكين المرأة في الأسرة كونها فرد مهم من أفراد الأسرة من أجل الحفاظ على كيان الأسر البحرينية وفقا للتشريعات الإسلامية ودستور مملكة البحرين لقاءنا تتطرق إلى أدة نقاط ومن أهمها هي توجيه صاحبة سمو الملكي إلى أعضاء السلطة التشريعات بتلمس حاجات المواطنين تلمس حاجات الأسرة البحرينية وعدم الاستعجال في سن التشريعات التأني في سن التشريعات والقرارات وحتى تكون دراستها بعد دراسة مستفيدة حتى تظهر بالجانب الأفضل والجانب الأحسن الحدف من هذا اللقاء هي الوقوف على أهم الأمور اللي ممكن أن نحن نسقها في خلال فترة عملنا الجانب مدة أربع سنوات بما تهدف إلى تعزيز الأمور التي تخص المرأة والطفل وبشكل عام الأسرة ككل المبادرات اللي احنا درسناها على أساس أو خليناها أمام عيننا على أساس أن هي تكون محور لعملنا ما بين السلطتين هي تضمين برنامج عمل الحكومة وموائمته فيما يخص المرأة وتدعيم مشاركتها ودعمها في البرنامج ترجمة نانسي قنقر